اشتركوا في القناة سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم التحدث بلغة عربية فصيحة عن كيفية تنظيم رحلة مدرسية مستعينا بالصور ولكن بداية يا أبناء عليكم مراعاة التالي الطلاقة والتحدث باللغة العربية وضوح الصوت استخدام لغة الجسد احترام دور الآخرين والآن يا أبناء عندي هنا طالب مميز هل تريدون أن تتعرفوا عليه؟ وتريدون أن تعرفوا أيضا ماذا تمنى؟ إذن هيا بنا هذا صديقنا خالد ذهب مع أصدقائه في رحلة مدرسية فأراد أن يحدثنا عن تلك الرحلة من خلال صور الرحلة فهل أنتم مستعدون؟ والآن يا أبناء عندي خطوتان يجب عليكم اتباعها هيا بنا الخطوة الأولى اختر بعينك شيئا في الصورة التي أمامك أما الخطوة الثانية فهي أذكر معلومة عما اخترته والآن يا أبنائي لنشاهد هذه الصورة معا ماذا نرى في الصورة؟ فكر قبل الإجابة إذن الخطوة الأولى ماذا أرى في الصورة؟ أحسنتم إنه خالد وأصدقائه مستعدون لرحلة مدرسية والآن إذن ماذا يجب علينا أن نفعل قبل الذهاب برحلة مدرسية؟ تحديد المكان الذي سنذهب إليه وأيضا تجهيز الاستعدادات للرحلة الآن أريد منكم أعزاء الطلاب فتح الكتاب المدرسي في الصفحة المذكورة التبديل الأول عندي مجموعة من الصور أريد أن أتعرف عليها وأتحدث عنها ألاحظ الصور وأقترح مع زملائف المجموعة أسماء أماكن في قطر لزيارتها إذن الصورة الأولى أشاهد الصورة أما الخطوة الثانية فأريد أن أعرف اسم المكان ما اسم هذا المكان؟ هل تعرفون هذا المكان؟ ما اسمه؟ وأين يوجد؟ فكروا فكروا بعد أحسنتم إنه مدحف الفن الإسلامي ويوجد في مدينة الدوحة وصورة أخرى أيضاً صورة جميلة هنا إذن يا أبناء من بعد أن نظرنا إلى الصورة ما اسم هذا المكان يا ترى؟ وأين يوجد؟ فكروا قليلاً قبل الإجابة لا بد أنكم تعرفوه جيداً ما هو؟ أحسنتم إنها أبراج الحمامي وأين توجد أبراج الحمامي؟ توجد في كتارة ثقافية هذا رائع يا أبناء أنتم مذهلون صورة جديدة بانتظاركم هذه الصورة لابد أنكم تعرفونها جيداً إنها أحسنتم إنه سوق واقف وأين يوجد سوق واقف؟ يوجد سوق واقف في وسط الدوحة وإنه مكان شعبي يقصده الكثير من الدوار لزيارته دائماً والآن يا أبناء من بعد أن تحدثنا عن مجموعة من الأماكن السياحية في وطننا قطر علينا الآن أن نتحدث عن الاستعدادات للرحلة بالاستعانة بالصور جاهزون معي إذا لنشاهد هذه الصور سوياً بداية علينا أن نجهز الطعام الصحي وذلك للمحافظة على صحتنا ونشاط جسمنا وأيضاً المياه والعصائر الطبيعية لأنها تساعدنا في تنشيط حركة الجسم وأيضاً وأيضاً ماذا يجب علينا أن نجهز؟ أحسنتم الأدوات الرياضية التي تساهم في تقوية عضلات الجسم وتعطي جواً من المرح والتنافس وأخيراً ماذا يجب علينا أن نجهز؟ الملابس الرياضية لارتدائها وقت اللعب لأنها تسهل علينا الحركة والآن يا أبنائي انظروا معي ما أجمل بلاد الحبيبة قطر إنها مليئة بالأماكن الجميلة والرائعة والتي يجب علي أن أحافظ عليها دائماً وبذلك أحباء الطلاب نكون قد تحدثنا عن كيفية تنظيم رحلة مدرسية رائعة وممتعة والآن جاء دوركم لتتحدثوا عن استعداداتكم للقيام برحلة مدرسية بلغة عربية فصيحة من خلال الإجابة عن التدريب الثاني في الصفحة المذكورة إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أراكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية الجميلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر